انا بوزير التربية والتعليم رئيس مجلس مناء جامعة البحرين الدكتور ماجد بن علي النعيم رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة وذلك الافتتاح معرض يوم المهن الذي يقام للسنة السابعة عشرة على التوالي ويأتي هذا المعرض السنوي للتأكد من وصول الطلبة والخرجين إلى سوق العمل بفرص وظيفية ملائمة تضمن توجيه الطاقات الشبابية لمستقبل أفضل بمشاركة أكثر من ثلاثين شركة في القطاعات المهنية والرسمية والخاصة أقامت جامعة البحرين معرض يوم المهن السابع عشر للطلبة والخرجين حيث شملت أجنحة للعارضين من مختلف المؤسسات توفر فرصا وظيفية تتناسب مع المخرجات الجامعية رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة من جانبه قام بجولة في أرجاء المعرض وأشاد بالجهود المبذولة على مدار السبعة عشر سنة الماضية واصفا هذه الفعالية بإحدى الجسور الممتدة بين الجامعة والمجتمع كيف لا؟ وقد أثمرت عن الكثير من الفوائد معتبرا إياها نافذة تطل على واقع متطلبات سوق العمل من جهة وتعكس مستوى الكفاءة العلمية والتدريب لدى الطالب من جهة أخرى علاوة على ذلك فخلال هذا المعرض سيواصل مندوب الجهات المساهمة عقدا لقاءات مع الطلبة واستلام سيرهم الذاتية للاستفادة من الطلبة المشاركين بدورها قالت نائب الرئيس لخدمة المجتمع والشؤون الخريجين في جامعة البحرين الدكتور هيا بنت علي النعيم إن يوم المهن يعتبر بيئة مصغرة تحاكي سوق العمل فهو يمثل تقدما فاعلا خارج أسوار الجامعة التي تمكن الطالب من الخوض في معترك الحياة العملية بسلاسة وجدارة معرض يوم المهن يعد خطوة بارزة نحو تحقيق التلاقي والتقارب بينما يطمح إليه الطالب وبينما اتطلبه أرباب العمل في قطاع سوق العمل الوطنية عبر الإطلاع عن كثب على واقع مطلبات المهن التي يحتاجها في قابل الأيام من أجل مستقبل أفضل لتلفزيون البحرين صالح يوسف